يقع هذا الملجأ في شمال بورت سودان ويأوي حالياً ما يقرب من 500 نازح من أكثر من 100 أسرة من جميع أنحاء السودان حوالي 120 منهم من الأطفال لا يعاني هؤلاء الأطفال النازحين من ظروف معيشية صعبة فحسب بل فقدوا أيضاً فرصة تلقي التعليم تعاون بعض الطلاب من جامعة البحر الأحمر في بورت سودان مع متطوعين محليين لإقامة فصل دراسي بسيط في خيمة في الملجأ لتعليم الأطفال اللغة العربية والإنجليزية والقراءة والرياضيات وغيرها من المواد وتحفيز اهتمامهم بالتعلم من خلال الألعاب واللوحات وغيرها من الأسليب لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً لخمسة أيام في الأسبوع فبدأنا معاهم بداية اللي هي الرسومات وفي كورسات آخر درسنا اللغة العربية والحاسوب والإنجليزي كوحد أحاول التدرس بسمها لقاءة الصبورة والرأسات والحياة لأنها تدرس فالحمد لله ما عاشين ما في توقف الأطفال الذين ظلوا خارج المدارس لفترة طويلة يشعرون بسعادة عارمة لتمكنهم من الدراسة واللعب في الملجأ وتعلمنا نقرأ القصص ونستهجل حروف ونقرأ ويعملنا نشاطات مختلفة وناس أسعادتها بقررونها لهم حاجة أكثر حاجة بتعجبني لما أنا والصحباتي قررت قصصة الأطفال أكثر شيء وعجبتني وكانت حلوة شريب جابوها لنا الحلال الأحمر يقوم المتطوعون من وقت لآخر بتنظيم عروض ترفيهية للأطفال النازحين بما يشمل قراءة القصص ومسابقات الغناء والعروض المسرحية وغيرها ويعد هذا أيضا نشاطا مفضلا للعديد من الأطفال يعني نحن نقدم لنا تدريبات في الخيام الخيام اللي نحن نفوق في الداخلية رغم أن نحن نشغالين ننقل نوعية لأمهاتنا ونساعدوهم لكن برضو قاعدين نشاركوا في اللي سنجل بالمسرحياتهم والتدريبات اللي قاعدين يدوننا نصرين بأنه حنشارك معاهم تحدد ما نقدم نقدم نفرح الناس معنا ونفرق حبة